مع بداية العام الدراسي الجديد نشرت وزارة الداخلية خدماتها الأمنية أمام المدارس وبمحيطها تنفيذاً للخطة الأمنية الموضوعة لتأمين سير العملية التعليمية إضافة إلى وجود خدمات مرورية لتحقيق السيولة المرورية الكافية عند الدخول والخروج من المدارس صور الخدمات الأمنية أمام المدارس وبمحيطها تتصدر المشهد مع اليوم الأول لانطلاق عام دراسي جديد وتبعث برسائل طمأنين للطلاب وأولياء أمورهم وتؤكد احترافية وقدرة أجهزة وزارة الداخلية على تأمين كافة الفعاليات وبسط الأمن في ربوع الوطن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية متكاملة لتأمين المدارس ومحيطها لضمان سير العملية التعليمية بكافة عناصرها في هدوء ووفقا للمخاطط له تنفذها مدريات الأمن وممشاركة كافة قطاعات الوزارة المعنية تعتمد على وجود ارتكازات أمنية بمحيط المدارس وأقوال أمنية تقوم بعمليات تمشيط على مدار اليوم الدراسي لضمان الفعالية المطلقة في التصدي لأي مظاهر سلبية أو خروج عن القانون أنا جاي أصلا بدري جاي لأي الشرطة كلها وافة قدام المدرسة على البابين النهاردة أول يوم مدرسة وجينا لقينا زابط وزابطة وقفين وعربيات شرطة في الشارع وددنا الأمان أننا نحن مطامنين في أول يوم مدرسة لنا وقد شهد اليوم الدراسي الأول وجودا مكثفا لعناصر الشرطة النسائية أمام المدارس في استقبال الطلاب في إطار خطة وزارة الداخلية في التوسع في استخدام تلك العناصر في عمليات التأمين بعد إعدادهن وتجهيزهن وفقا لأحدث الأساليب لآداء تلك المهام بكفاءة نشارك في خطة التأمين التي تنفذها وزارة الداخلية مع بداية اليوم الدراسي وإحنا كعناس الشرطة نسائل نتواجد أكتر عند المدارسة التي تحتوي على المنات عشان ده بيخليهم يحسوا بالطمأنينة وإحنا بنحس ده في أسئلتهم وفي شعورهم وهم داخلين أنا ليا بنتين هنا في المدرسة والحمد لله قلب طب من أول ما شفت الشرطة قدام المدرسة وأنا هيك مرتاحة لأنه بنتي كل ما تدخل مدرسة يكون فيه شرطة فيه شيء أنا بأمن يعني وقد لفت الانتشار الأمني الفعال مع بداية العام الدراسي الجديد نظر الطلاب وأولياء الأمور حيث ثمنوا غاليا جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على أبنائهم مع أشعرهم بالأمان والطمأنينة وجود الخدمات الأمنية في الشارع قدتني رسالة أمان لي والبنتي بنتي قالتني مجيش معايا تاني أنا متطمن عليهم لأنهم موجودين في مكان كويس ومتأمن تماما من كل النواحي الإدارية والأمنية الأولاد في كل حتة شايفين أمن حتى النهاردة بقول لي بنتي الصنح وانت جاي من مدرسة يقول لي بنتي مش عاد في الطريق وروح لأي عسكري مرور قولي له يعبديك وان شاء الله يعبديك ما شاء الله الشرطة هنا ما شاء الله واخدى بالها من المدرسة ومن الأولاد والدنيا تمام ونشكركم جدا جدا مظلة أمنية متكاملة بسطتها وزارة الداخلية لتأمين سير العملية التعليمية بكافة عناصرها وتؤكد الجاهزية المطلقة للوزارة وفعالية الخطط الأمنية الموضوع لهذا الغرض وكفاءة العناصر القائمة على التنفيذ وهو من عكس على تلك الوجوه التي تشعر بالارتياح والأمان في ظل شرطة قوية تحميهم تعكس صورة الخدمات الأمنية الموجودة هنا أمام إحدى المدارس جزءا من خطط التأمين التي تتبنها وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية مع بداية عام دراسي جديد فصورة مقررة أمام المدارس على مستوى الجمهورية وتؤكد على يقضة وقدرة الأجهزة الأمنية في التعامل مع كافة الفعاليات عبدالله بركات التلفزيون المصري